في عنوين النشرة الموازنة في خواتيمها والحريري يولم بالدليفري هنه ثلاث تطبيقات، ثلاث شركات هنه عبارة عن أبليكيشنز بتنزلون من الأبل ستور أو من الأندرويد التعينات الأمنية والقضائية تسبق الانتخابات اليوم أنا في الحياة السياسية سائر على كل المفاسد في الحياة دم السورة يتجه إلى تثبيت أربع سلات تفاوض مساء الخير هبت رياح التعينات والمناقلات والتشكيلات فتشكل السياسيون كل وراء إدارة وهيئة وخلف القضاة والمديرين للتسمية والترشيح والدعم وتوفير الخلفية السياسية لمعظم المواقع هو زمن البنيان في الإدارات والجسم القضائي لتقديم تجربة تشبه لبنان وتداخل سلطاته وتعيين مجسمات سياسية في قلب كل إدارة ودائرة وما تيسر من قضاء وعلى الأقل هذه هي الآمال السياسية التي تمني النفس بزرع عيون وآذان وأذرع لها داخل المؤسسات الأمنية والإدارية والقضائية لكن ما كل ما يتمنى المرجع السياسي يدركه وقد تجري رياح التيار والعهد بغير ما تشتهي السفن وإلى التعينات الأمنية والتشكيلات القضائية كان تعيين الجلسة الثانية لمحاكمة حبيب الشرطوني أمام المجلس العدلي يعيد البلاد إلى منطقين لا يلتقيان بشير والشرطوني الخيانة والقصاص بحسب مفهومي الكتائب والقوميين والمواقف الصادرة عن المناصرين خارج قصر العدل أعادت الوطن إلى ثمانينيات القرن الماضي حيث لا يزال القوميون يرون في بشير عميلا لإسرائيل ولكل خائن حبيب فيما يرفع القوات والكتائب رئيس الجمهورية الأسبق إلى رتبة شهيد وبطل ليكرره الزمان ويطالبون بمحاكمة حبيب الشرطوني ومهندس الإغتيال نبيل العلم الرجل المتوفى غيابيا الحاضر حيا في السجلات الرسمية لكن المجلس العدلي يدرك أنه يقاضي رجلا أصبح من التاريخ وأن تجريده من ممتلكاته واعتباره فارا من وجه العدالة لي يغيراه في المعادلة لأن السؤال الأهم أي بشير اغتاله القوميون قبل خمسة وثلاثين عاما وأي قومي يحاكم اليوم فالمحاكمة ليست خلف القطبان حاليا إنما وراء حدود لا داعي إلى ترسيمها ولو كانت نيات المحاكمة متوافرة لتمت في خلال حكم ولي الدم الرئيس أمين لجميل أما نبيل العلم فلم يطفن لكن أسراره دفنت معه وعاد كل ذلك فأن الاعتراف نفسه هو سيد الأدلة ومن شأنه أن يوفر على المجلس العدلي وفهوده عناء البحث والتحري وعلى المحام إدمون رزق المطالعات القانونية والدفوع الشكلية المترافقة مع استهلاك للحنجرة الصوتية لكون المنفذ قد أقر بمفعل في مؤتمر صحفي قبل تسليمه من القوات اللبنانية إلى السلطات الرسمية قائلا أنا حبيب الشرطوني لست نادما مكررا أقواله ومستعدا لتكرير أفعاله إذن الموازنة في بنودها الأخيرة في مجلس الوزراء ورئيس الحكومة سعد الحريري يكرم شباب لبنان بالدليفاري قطعت الحكومة شوطا كبيرا في مناقشة الموازنة العامة وأنهت البنود الخلافية العالقة باستثناء المتعلقة منها بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش في مجلس النواب يوم الاثنين المقبل الذي سيشهد أيضا نعقاد جلسة للحكومة لمتابعة مناقشة موازنات الوزراء مثل ما وعدني كنت أن اليوم كانت أخي الجلسة وقررت كل المواد فيها بعد في موازنة الوزراء وتخلص الموازنة وتتحول على المجلس النيابي جلسة المناقشة التي استغرقت قرابة أربع ساعات دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأمين بعض الطعام باتصال من هاتفه الخاص مستخدما تطبيقات طورها شباب لبنانيون في خطوة تشجيعية لهم والتي جاءت بحضورهم هنه ثلاث تطبيقات، ثلاث شركات هنه عبارة عن أبليكيشنز بتنزلون من الأبل ستور أو من الأندرويد موجود فيهم مطاعم، موجود فيهم تقريباً كل مطاعم في لبنان وهنه بخولوا اليوزرز أو المستهلكين دبع هؤلاء التطبيقات يفوتوا على الأبليكيشنز يطلبوا الأوردر اللي بدون إياه مع فول كستمايزيشن ويوصل الأوردر دغري على المطاعم بدون ما هنه يعوزوا يشيلوا التليفون ويفتشوا أو يكون عندهم منيوز بالبيت وينقشوا بدون يأكلوا مبادرة الرئيس الحريري جاءت لتعريف الوزراء إلى أصحاب المبادرة الشبان الذين طوروا هذه التطبيقات معتبراً أنها بوابة العبور للاقتصاد الجديد الذي يتطلب الدعم وتشجيع نموه في لبنان رواند أبو خزام، قناة الجديد التعينات الأمنية في سلة متكاملة في غضون أيام ووزيرات دفاع والداخلية يؤكدان التعينات من دون الأسماء بعد الموازنة وقبل القانون الانتخابي يبدو أن ملف التعينات الأمنية سيسلك طريقه باكيراً جملة أسماء كان قد بدأت تداول بها منذ أشهر إلا أن بورصة الترشيحات في الساعات الماضية يبدو أنها الأكثر جدة وترجيحاً مع أن الوزراء المعنيين لم يشعوا الإفصاح عن الأمر لا نفياً ولا تأكيداً أما الأسماء المتداولة فهي على النحو التالي العميد المغوار جوزيف عون قائداً للجيش خريج دورة عام 85 وهو يشغل حالياً موقع قيادة اللواء التاسع المتشر في عرسال ويعد العميد عون من نخبة ضباط الجيش العميد وسيم الحلبي مدير مكتب قائد الجيش العميد طوني منصور الذي يشغل أمانة سر مدريات استخبارات الجيش يطرح اسمه لتولي رئاسة الفرع خلفاً للعميد كاميل ظاهر إلا أن المعلومات تشير إلى أن نبقى العميد كاميل ظاهر في منصبه في الوقت الراهن على اعتبار أن مدير الاستخبارات يعينه وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وهو يشغل منصب رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وهو يشغل حالياً منصب رئيس فرع التحقيق في الشعبة على أي حل مكانه المقدم خالد علوان قائد وحدة المكافحة والإرهاب أو ما يعرف بالقوى الضاربة العميد طوني صليبة مديراً عاماً لأمن الدولة مكان اللواء جورج قرعة وهو رئيس شعبة التنظيم والتخطيط في مدرية أمن الدولة خريج دورة عام 85 العميد سمير سنان نائباً له في مدرية أمن الدولة وهو يشغل المدير الإقليمي لأمن الدولة في منطقة النبطية بدر ظاهر مديراً عاماً للجمارك وهو يشغل رئيس دائرة المستودعات في الجمارك أما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم فباق في منصبه وتداولت معلومات عن نيته تقديم استقالته إلى الحكومة عند الشروع في التعيينات الأمنية ليعيد مجلس الوزراء تعيينه مديراً عاماً للجهاز ولكن بصفة مدني وأشارت المعلومة أيضاً أنه ثم تتداولاً لإمكان تعيين قائد الجيش الحالي العماد جون قهواجي سفيراً في إحدى عواصم الدول الكبرى وإمكان تعيين اللواء بصبوس سفيراً في إحدى العواصم العربية ما الأسماء المطروحة لرئاسة هيئة التفتيش القضائي؟ وهل تقر التعيينات القضائية بتعيين رئيس للهيئة؟ لسنوات طوال علقت التشكيلات القضائية الجديدة الانفراج الرئاسي والحكومي كان بارقة أمل للجسم القضائي اللبناني وما أن انطلقت عجلة التسميات في التشكيلات حتى أحيل رئيس هيئة التفتيش القضائي أكرم بعصيري إلى التقاعد عليه وجب تعيين رئيس للهيئة التي تشرف على نزاهة القضاة قبل البحث في إقرار التشكيلات في معلومات الجديد أن ثلاثة أسماء مطروحة لملء المنصب الخالي الذي يكون عرفاً من حصة السنة أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة هم رئيس غرفة لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي بوركان سعد الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في الجنوب القاضية رولاجا دايل رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت القاضي أيمن عويدات على أن الهيئة ورئاستها وعلى أهميتها ليست في منأة عن السياسة وضغوطاتها وتدخلاتها تفتيش القضاء كثير مهمة هي اللي بتخلي أن بلد ينقال عنه في قلبه قضاء نزيه أو بلد ما في قضاء أو قضاء مسيس أو قضاء فلتان أو قضاء سمسرة أو قضاء فساد أو قضاء رشوة الفيصل بعد الموضوع هي هيئة تفتيش القضاء هي تفتيش عن مين هي بتفتش القضاء بتعمل جولة على القضاء أنت عم تشتغل منيح أنت مش عم تشتغل منيح أنت عم تاخد رشوة أنت عم تستزلم للسياسة الفلانة فبيتعاقب وبيوصل عندها سلة معقوبات طبعاً بتحيل الأضايا اللي بتحقق فيها هيئة تفتيش القضاء إلى مجلس تقديبي والعقوبات بتبتدئ من التنبيه للإنزار لخفض الدرجات للصرف وصول الصرف يعني بينطرد من القضاء القاضي بس بياخد تعويضاته أقصى عقوبة هي العزل يلي هي طرد من دون تعويضات حتى عندها هيك شي فيها تشتغل فيه فطبعاً هذا الشي بنق القضاء وبيضبطه بس المشكلة وين؟ المشكلة أنه هيئة تفتيش القضاء رئيسة هو شخص يعين من قبل السلطة التنفيذية يعني هو أحد ثلاثة في مجلس القضاء الأعلى بيتعينوا من قبل السلطة التنفيذية بالحكومة من خلال مراسيم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة تفتيش القضاء وفي السهر على سلامة القضاء والعدالة ما من شأنه أن يمهد السبيل إلى قيام دولة المواطنة بعد أن يكون كل مكون قد اطمأن إلى يومه وغده ومصيره في لبنان في خطاب القسم تناول رئيس الجمهورية أهمية القضاء للوصول إلى دولات المواطنة فهل تأتي التعيينات في الهيئة وفي القضاء ككل على قدر الوعود؟ أدم شمس الدين قناة الجديد هل يحرج التحالف الثنائي المسيحي الحلفاء؟ يوم احتفل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعرس المصالحة الثنائية كان على يقين أن هذه الخطوة لن تخلو من بعض العثرات والحديث في كواليس صحفية عن تمنع حزب الله عن التصويت للتيار في اللوائح التي تجمعه بالقوات اللبنانية في الانتخابات النيابية أمر عده متابعون غير مفاجئ خصوصا في المناطق التي يعد وزن حزب الله الانتخابي فيها قويا بزحلة ما كثير متأثر بهذا الموضوع لأنه أصلا بال2009 كانت التحالفات غير هيك وعن تأثير هذه المواقف في حجم كتلة القوات اللبنانية اليوم إن كان حزب الله أو حزب لبناني آخر بده عنده استراتيجية أنه يتحالف تيزيد عدده أو ما يتحالف أو ما يعطي أصوات حتى يزغر حجم أقصامه أو حزب آخر كتكتل قوات اللبنانية مثل ما قلت لك العدد هو أصغر عدد ممكن يكون بسبب الشيء اللي قالنا الأحادي اللي كانت موجودة الاحتكار اللي كان موجود كل شيء ممكن يصير بالمستعبال هو إيجابي وليس سلبي في ظل ثبات تحالف القوات والمستقبل يتمسك التيار الوطني الحر بتحالفه مع حزب الله معتبرا أن الحديث عن موقف الحزب الانتخابي من تحالف الثنائي المسيحي لا يزال مبكرا في إشكالية حكما مطرح ما رح يكون التيار قاسم مشترك بين القوات وحزب الله إنما حتى هذه الساعة وبهاللحظة قبل ما تتحدد قانون انتخابيات شهو قبل ما يتحددوا الدوائر شوهية مش معروف بعد كمان ويرح يكونوا القوات عندهم مرشحين أو لأ مش بالضرورة يكون عندهم مرشحين بالمناطق اللي فيها حزب الله ووجود الحزب الله ويمكن مش بكل المناطق مين قال إنه باب عبد رح يكون قلون يعني كتير ما هذا اليوم فتح هذا الموضوع حاليا ومين قال ما قلون أنا ما بدي أقول من هلأ أنا اللي بدي أقولك يهي شغلة كتير أساسية الحزب الله كان متفهم للي عمله لخصوصية تطوير العلاقة على المستوى المسيحي بين التيار وطع الحر والكويت اللبنانية ولكن على مستوى السياسي طبيعي أنه فريق القوات اللبنانية لا يخفي أنه عنده هو ضد واقع حزب الله كله على مستوى السياسي وعلى مستوى وضعه أما حزب الله فيلتزم عبارة لا تعليق انتخابي في انتظار القانون المرتقب الذي سيرسم خريطة طريق التحالفات جوال الحج موسى قناة الجديد اللواء أشرف ريفي يخوض معركة العيش المشترك انتخابيا المستأجرون في الشارع تنديدا بقانون الإيجارات وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميل عنان زلزلي أعلن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي أنه سيخوض انتخابات نيابية بعنوان العيش المشترك والحرية والسيادة والاستقلال وذلك عقب جولته على مؤسسات دار الزهراء في محلة أبي سمراء طرابلس واليوم أنا في الحياة السياسية سائر على كل المفاسم في الحياة سائر على الفساد سائر على الخضور سائر على الأنبطاع سائر على المشروع الإيراني وسأبقى سائرا على المشروع الإيراني قانون النسبية الكاملة كان مدار بحث بين رئيس حزب التوحيد العربي وإموهاب ورئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد هذا القانون قانون النسبي فيه حماية للوحدة الوطنية اللبنانية وفيه حماية للجميع وحزب الله طبعا لا يستهدف أحدا من خلال هذا الطرح ولا يريد أصلا استهداف أحد في مؤتمر صحفي مشترك مع نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون كشف وزير الصحة غسان حاصباني أن وزارته تبحث في التأمين الصحي الشامل لكل اللبنانيين وأنها وفرت مستحقات المستشفيات لغاية شهر تموز 2016 بزيادة الطلب بسبب النزوح السوري إضافة إلى اليوم وجود عدم تنظيم دخول المستشفيات بطريقة منتظمة هذا اللي عم بسبب ضغط إضافة على المستشفيات بدنا نعمل نحن والمستشفيات نشتغل سوا لحتى نخلق إجراء يخفف هذا الضغط هذا ويوزع دخول المستشفيات والعمليات حتى ما ينرفض مريض على باب المستشفى نحن بنظرنا أولاً القطاع الصحي يجب أن يكون مسئولية وزارة الصحة خلال الملتقى التربوي في صيدة طمأن وزير التربية مروان أحمدي الأساتذة بشأن سلسلات الرتب والرواتب تأمين الموارد صار عنا صورة كاملة عن تأمين الموارد وبتطلع السلسل من هون مع الموازن من هون كله سوا احتجاجاً على قانون الإجارات الجديد اعتصمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أمام المتحف وقطع الطريق بالاتجاهين مطالبة بإلغائه كنا نتمنى على فخامة الرئيس أنه يكون ما يحط حاله بهذا المصاف مع من أقر هذا القانون ويعدلون كرة النار على المجلس النيابي ما يتحمل مسئولية تهجير الناس لأنه اليوم كله يتنى كل المواطنين عم يتطلعوا أنه هذا العهد بدايته بداية تهجير وتشريد الناس تابع وزير التربية مروان أحمدي قضية الطفل أحمد سعد المصري المعنف في المدرسة الكويتية في صيدة وكلف رئيس المنطقة التربوية باسم عباس وقف المعلم عن تدريس والتحقيق معه لاتخاذ التدابير القانونية النهائية في حق الأستاذ بعد الأعلان في قصر العدل محاكمة وتظاهرة توقيع اتفاق لتوسيع مطار رفيق الحريري الدولي ما تفاصيله؟ في عام 38 افتتح مطار بيروت رسميا للمرة الأولى وفي عام 54 ومع النمو الاقتصادي للبنان كان لابد من توسيع المطار وتطويره فاختيرت منطقة خلدي موقعا جديدا لإنشاء المطار الحالي إلا أن الحرب الأهلية ألحقت أضرارها بالمطار الذي شهد في فترة التسعينيات مرحلة إعادة التأهيل بداية عام 94 ومن ثم عام 2000 اليوم وقع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اتفاقية مع رئيس مجلس دارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت والمدير العام لدار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية شاعر ومشاركوه المهندس رياض منين لوضع الدراسات اللازمة لتحديث المخطط التوجهي لمطار رفيق الحرير الدولي وتوسيعه فقدمت الميدل إيست هبة بقيمة 675 ألف دولار كتكاليف إنجاز المخطط التوجهي للمطار بدل ما يساعة 6 مليون و7 مليون راكب يساعة 20 مليون راكب لأنه نبين أن مطار بيروت هو مطار حيوي وكل الناس عم تقصدوا تمشين تطير منه هم اضطرين نحن نعمل مخطط توجهي تمشين يساعة الكميات الناس جاي جديد من البداة تسافر أو البداة تغط فيه كيف بده يكون إن كان على صعيد البحر أو إن كان صعيد الاستملاكات لهذا السبب نحن نقعنا شركة الهندسة تمشين نشوفه أنسب طريقة تمشين نشوف إذا عن طريق البحر ولا عن طريق الاستملاكات علما أنه في مساحات شاسية عن مطار بيروت لحديد تاريخ اليوم ما استعملت طب إذا توسع المطار هل أيضاً بد يكون في تحسين داخل المطار ولا فقط هندسية مبارئة؟ تحسين ما لازم ينطر تمشين توسع المطار تحسين لازم يبلش من الله في خطوات بلشت تتاخذ وفي خطوات لاحكة بدت تتاخذ تمشين أول شيء ينطبق مع المعايير التي تطلبها من منظمة طيران دولي أنا بأتقد أنه زيادة العدد الركاب بتحكم أنه هذا المطار يتوسع واليوم لنكون صريحين ما في بديل عن مطار بيروت والرادي في إجراءات اتخذت بلشت رح تلمسها الناس يعني بخلال ماكسيموم ثلاثة أسابيع شهر ماكسيموم يزداد عدد المسافرين من مطار رفيق الحرير الدولي وإليه وعبره فيعمد إلى توسيعه معادلة حسابية منطقية لاستيعاب الأعداد الجديدة فمتى يعمد إلى إعادة فتاح مطار خارج العاصمة بيروت بينها مطار الإليعات لاستيعاب وافدين شدد رشال كرم قناة الجديد الجديد تواجه الوزير يوسف فنيانوس بالقرارات الموقعة منه والخاصة بقضاء زغرته أكثر من 12 مشروعا خاصا بقضاء زغرته وقعه في يوم واحد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس قرارات خاصة بها الوزير الزغرتوي منطقته في مشهد ليس غريبا عن وزارة تتجه فيها بوصلة الأشغال بحسب بلدة الوزير هلأ اتفضلت بوزارة الأشغال مثلا أدي صار لوزارة الأشغال مثلا عم بتنمي مناطق معينة وتحرم مناطق أخرى بس يتغير الفريق السياسي أو الجهة السياسية يلي ماسكي هالوزارة على سبيل المثال ضغرته بيتغير الإنماء المشكلة بنظامنا السياسي يلي ما بيسمح المحاسبة وهذا بيدخل ضمن مفهوم المفهوم العام للرشوة الانتخابية وإن لم يكن تحديدا ينطبق عليه الوصف القانوني للرشوة الانتخابية الضيقة ولكن بالمفهوم العام بالنتيجة أنا عم بصرف نفوذ عام لإستجذب الولاء السياسي الجديد تواجه فينيانوس بالقرارات لتسأله إن كان هذا الزفتو انتخابيا في هول الوراقين 12 ملف خاص بزغرته بس بفرد نهار مئة بالمئة ما في الزوم ما في الزوم ما في الزوم شغلة أنا موقعة ما في الزوم اتراجع فيه تتليالي أنا ماضيون أنا بتحمل مسؤوليتك هذا اللي حبي ينمر علي بيهول قولي له يوسف عنده من الجرقة ما يكفي بأنه يمضي ويكون مرتاح الضمير واحد تعرفي أنه مبارح مسلا افترضنا بالباترون طريق القضيسين في مجلس اللوزر رفعناه من العشرين مليار لثلاثين مليار طيب عم بتهتي صغارتها أن أأخذي سبعمائة وخمسين مليون ليرا أنا عم بقول وقدام الكاميرا عم بقول حصة الأسد بتكون من الشمال أنا ماضي هول السبعمائة وخمسين وماضي فوق منهم يمكنش سبعمائة وخمسين ثانيين أو 330 أو قضاء ضمن قضاء صغارتها وفي مناطق أخرى كمان أنا هول سبعمائة وخمسين عم بقولك هلأ روحي على الدفاتر تاني مال بتلاقي بفرد ورقة أنا ماضي ثلاثة مليار بالجنوب وبتلاقي بفرد ورقة ماضي أربط عشر مليار فاصل سبعمائة وثمانة وثمانين ببعلبك الهرملوء وبزحلة مليار وسبعمائة مليون بفرد ورقة أنا ماضي على زحلة وأنا منيمست حي كيف حصت الأسد من شمال وثلاثة مليار للجنوب؟ طيب بكرة بتشوفها يمكن يطلع لن ثلاثة مليار وما يطلع لنغير يمكن يطلع بشمال عشرة مليار ما بكرة بتشوفها طيب لأنه بيقولوا كل ما يجي وزير بيشتغل لمنطقته من هيدا الانئسار وكامل أنه هلأ خصوص في انتخابات ممكن يكون يعتبروها كرشوة انتخابية أو 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 مش عيب مش عيب الرشوة لانتخاب مش عيب أني أنا أمضي لمنطقتها فنيانوس يعيد أهل الشمال بحصة الأسد في وزارة الأشغال فهل يعبد أهل الشمال الطريقة للمردة؟ في صناديق الاقتراع ليالبو موسى قناة الجديد تأجيل محاكمة الشارتوني إلى 28 من نيسان واعتصام أمام قصر العدل للمطالبة بالعفو عنه تزامنا مع الجلسة الثانية في قضية محاكمة حبيب الشارتوني ونبيل العلم تظاهر مناصر المتهم الأول في عملية الاختيال أمام المجلس العدلي مطلبنا هو إحقاق الحق وتثبيت سيادة القانون الذي امتهنا الأمين البطل حبيب الشارتوني بدنا القضاء يستمر بشكل سريع يقوم بواجباته كرمال تكريم الأمين حبيب الشارتوني وكرمال إدانة العمال في لبنان أين هو حبيب الشارتوني اليوم؟ على الأراضي السورية؟ حبيب الشارتوني في قلوبنا جميعاً وقفة تضامنية بالنسبة إلى طرف عدت جنحة بالنسبة إلى الفريق الآخر اليوم المحاكمة ماضية لقدام مثل ما لازم عم بحاولوا بهذه الطريقة إطفاء طابع الجريمة السياسية بينما هي جريمة إرهابية بالنحية الأنونية غلط وبالتالي ممكن النياب العامي تتحرك لأنه فيه نوع مثل جرم مشهود وقت اللي بيجي شخص أو مجموعة من أشخاص بيسوقوا للأتل أو للشريمة شعب مدعو لوقفة ولصحوة لكي يمنع التباهي بالقتل هذا خارج أروقة المجلس العدلي أما في داخله فقررت هيئة المجلس اعتبار الشارتوني فاراً من العدالة بعدما تمت محاكمته غياباً في الجلسة الأولى في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 2016 كما قررت الهيئة تجريد الشارتوني من حقوقه المدنية ومنعه من تقديم أي دعوة باستثناء دعاوة الأحوال الشخصية ورفع يده عن إدارة أملاكه ووضع مذكرة إلقاء القبض الصادر بحقه قيد التنفيذ القرار القضائي المتعلق بالمنفذ سبق قرار المحرد أو الآمر نبيل العلم وهو يعد العقل المدبر لاختيال الرئيس الجميل وكان ينتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي فالعلم ميت أعلامياً ولكن ليس قضائياً إذ برز تناقض بين كتاب صدر عن مديري العام للأحوال الشخصية الذي أفاد بأن العلم لا يزال حياً وفقاً لقيود دوائر الأحوال الشخصية فيما أفاد الأمن العام بأن العلم قد توفي منذ نحو سنتين في البرازيل بمرض السرطان في الرأس خبر نشير أيضاً أنذاك في الأعلام من دون أي وثائق رسمية تناقض استدعى تحقيقاً استكمالياً عبر سفارة لبنان في البرازيل وبناء عليه قرر المجلس تصطير قرار مهل بحق المتهم نبيل العلم لتسليم نفسه خلال 24 ساعة قبل موعد الجلسة المقبلة التي تحددت في الثامن والعشرين من نيسان 2017 ليل سعد قناة الجديد هل يشمل العفو العام الإرهابي أحمد الأسير؟ تقلب أم جورج صفحات كتاب يحوي أسماء شهداء الجيش تمعن في وجه كل جندي وتتوقف طويلاً عند صورة ابنها الملازم الأول جورج بوصعب مستعيدة لحظات استهداف جماعة أحمد الأسير له في كمين مسلح في عبرة في الثالث والعشرين من حزيران عام 2013 الاتجاه نحو صدور عفو عام عن المجلس النيابي يثير لدى أهالي شهداء معركة عبرة الثلاثة والعشرين مخاوفة من أن يشمل العفو قاتل أبنائهم أحمد الأسير وجماعته الإرهابية جمانا شقيقة الملازم الأول للمغوار جورج بوصعب التقت رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وتلقت منه عهداً ووعداً قاطعين كان تأكيد مباشر وصريح أنه العفو ولا ممكن هو يمضي أو ما رح يكون في عفو يشمل أي حدا متورد بإطلاق رصاصة وحدة على الجيش وبأكتر من هيك ما رح يشمل حدا تورط بالإرهاب يعني مش بس بالمعارك تبع الجيش فهيدا كان كلام الرئيس وأنا بوثق فيه حط الرئيس الحريري يعني موجه له تحية إنه إذا بيسامح باللي قتل وبيه بيسامح بدم شهداء الجيش فنحنا مش ناطرين بس إنه نشوف صورته حامل إسلاح لنقول شارك بالمعارك ولا لا لو موجود أحمد الأسير ما كان صار في شي بعبره ما كان في شي اسمه أحداث عبره في الخامس عشر من آب 2015 أوقف الأسير متنكرا لتبدأ بعد شهر محكمته ومذاك الوقت والمماطلة عنوان الجلسات في ظل تغيب محامي الدفاع عن الحضور إلى المحكمة العسكرية فماذا يقول القانون في هذا الخصوص؟ أكيد لنا نعتبر المتهم أحمد الأسير قد غرر به لبل هو من غرر وهو من استغل هؤلاء الشباب وبعض الشباب لمحاولة زجل في هذا الصراع وبالتالي لن يشملوا وبالتالي لا ينبغي أن يشملوا هذا العفو إذا ما عدنا إلى الغاية والهدف المتوخى من وراء العفو العام وكذلك الأمر المحكوم عليه ميشيل اسميحة يمكن على غرار ما حصل في قانون العفو عام 91 أن تستثنى بعض الجرائم من قانون العفو هذا في عهد الرئيس الجنرال يستبعد كثيرون أن يكون مصير المجرمين العفو لن نسكت لن نسكت لن نسكت دارين دعبوس قناة الجديد النشاطات الدينية في الجامعة اللبنانية تعود إلى الواجهة من بوابة كلية العلوم التي تضع الشيوخ في مواجهة الأساتفة ما الذي يجري في كلية العلوم؟ ولماذا يسمح بتنظيم نشاطات دينية ويمنع تنظيم نشاطات غير دينية؟ من جديد تعود الجامعة اللبنانية إلى الواجهة من بوابة كلية العلوم التعبئة التربوية في كلية العلوم اختتمت سلسلة ندوات دينية بمحاضرة للشيخ حسين زين الدين عنوانها الإسلام دين دنيا أم دين آخرة؟ الدكتورة في الكلية نفسها علي جريج لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاعتراض على نشاط كهذا في ظل رفض الإدارة المتكرر السماحة لها بتنظيم نشاطات اجتماعية وفي القاعة نفسها أنا إلي فترة ناشطة مع الطلاب وخاصة طلاب كلية العلوم من حوالي السنة أسسنا مجموعة اسم الجامعة الحدث هالجامعة الحدث كنا بوارد أنه نحنا ناس عنا علم عنا معرفة ليش ما مننقل معرفتنا على هالمجتمع؟ ليش ما منخلي هالجامعة تكون قريبة أكتر من مجتمعنا؟ طلبت أنه إنعطأ أنا محاضرة إذن يعني هل أنا سأعطى قاعة حتى اتصل بهالأشخاص لإليهم يعملون ندوات؟ بوقتها كان رد المدير أنه الوقت ما بيسمح الإدارة التي فضلت عدم التعليق على الحادث عادت وبعد انتشار تعليق جياج الفيسبوكي وإضاءة الجديد على الموضوع لتسمح للدكتورة المتمردة بتنظيم أي نشاط تريده نحنا بمجمع جامعي وهذا المجمع الجامعي أنشئ بهدف أنه يحافظ على النسيج الاجتماعي اللبناني وأي مجمع جامعي بالعالم بيكون في قلبه نشاطات ثقافية وفنية تراعي مصلحة الجامعة ومصلحة المجتمع ومصلحة الطلاب نحنا بمجمع جامعي بهالحجم بهالكبر بهالعدد من الطلاب والأساسي ما عنا نشاطات ثقافية منظمة من رئيسة الجامعة أنا بدي أقول الفراغ والخواء الثقافي المبرمج يلي عم يعتمد من ما بعرف من مين بمكان ما هو اللي عم يسمح للأحزاب السياسية ويلي هي أحزاب بمجملة طائفية أنه تجي تعرض برامج برامجها هي الخاصة يلي مشت كل مرة بتتنطبق مع مصلحة الجامعة ولا مع مصلحة بناء الدولة ولا مع مصلحة بناء وطننا أو مجتمعنا أنا بقول كل رجال الدين وغيرهم هني ناس منها المجتمع وهني ناس إلهم الحق أنه مش منفصلين عن المجتمع ونحن أساسي مش منفصلين بس أنا بقول الجامعة عندها أخصائيين أكفاء كان بعلم الاجتماع وبعلم السياسي وبعلم الجغرافيا وبعلم التاريخ حتى بتاريخ واجتماع وحل حق بالإسلامية على أن موافقة الإدارة من عدمها لا يبدو إلا قرارا ظرفيا في صرح أكاديمي لا يخلو من ضغوط مجالس الأمر الواقع أدام شمس الدين قناة الجديد بعد الأعلان من هو الرئيس السوري المقبل المبعوث الدولي ستيفاندي مستورة يواصل جلساته مع الأطراف ورئيس وفد منصة القاهرة جهاد المقدسي يشير إلى إمكان أن يعلن المبعوث الأممي نهاية جناف أربعة انتهى الاجتماع الثاني لوفد المعارضة السورية إلى محادثات جناف بالمبعوث الدولي ستيفاندي مستورة الذي اكتفى في تصريحاته للصحفي عميقا وبناء ويأتي ذلك بعد اختتام ديمستورة اجتماعاته بوفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري في الجولة الرابعة من المفاوضات ويكمل المبعوث الأممي جلساته مع الأطراف السورية وذلك من أجل حسم مسألة خيتام الجولة التفاوضية ويتجه الوسيط الدولي إلى تثبيت أربع سلات ويطاوض عليها بشكل موازن بعد طرح بعض المعارضين مسألة أن تكون السلة الرابعة تحت مسمى مكافحة الإرهاب وجرائم الحرب وعاقد رئيس وفد منصة القاهرة جهاد المقدسي مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن المبعوث الدولي قد يعلن اليوم نهاية جناف أربعة وقال لا يمكن صناعة السلام من طرف واحد مؤكدا أن هناك مشكلة إرهاب في سوريا ويجب مناقشتها ولكن لا يجب إغفال الجانب السياسي لم يبدأ أصلا النقاش بأي سلة من السلل أعتقد هذا متروك للجولة القادمة المهم ننتهي من الأمور الإجرائية فلا تناقض بالنسبة لأننا نناقش نحن قد نكون أيسر طرف نحن قبلنا البيان الإجرائي قبلنا إضافة من حيث المبدأ أي سلة طالما هناك توازي بالتقدم وفي وقت تتوقع المصادر اختتام الجولة الحالية من محادثات جناف من دون تشكيل وفد واحد للمعارضات أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن وضع دستور جديد يجب أن يصبح عامل وحدة في المفاوضات السورية لافتا إلى أن موسكو لا ترى أن عملية أستانا بديلا من المفاوضات في جناف وأعرب عن أسفه بسبب وجود قوة معينة تفضل أن يقتصر الحوار على مهمة تغيير السلطة الشرعية في دمشق على هامش مؤتمر جناف الزميل رامز القاضي استطلع أراء بعض الصحفيين المواكبين لهذا المؤتمر حول من يختارون لرئاسة سوريا التهمت الحرب السورية كثيرا من وجوه النظام في سوريا وأفرزت وجوها جديدة في صفوف المعارضة سواء كضباط منشقين أو كشخصيات معارضة في الداخل والخارج في أروقة الأمم المتحدة في جناف صحفيون رافقوا المفاوضات السورية منذ أربع سنوات إلى اليوم حملنا إليهم عين من شخصيات المعارضة والممالية ومن بينهم الرئيس السوري بشار الأسد مين بتشوفهم بمستقبل سوريا؟ رئيس السوري الحالي بشار الأسد لا بشار جعفري لا نصر الحريري لا رند أسيس لا لا مين بتسمي اسم؟ بتشوفهم بمستقبل سوريا من اسمه المطروح جورج سابرا بشوف مدام حراني فداء الحراني المرأة ناصر الحريري بنفس الاصطفاف ليش مرأة ناصر الحريري؟ يعني الناس اللي عم ياخدوا مناصب هلأ عم يضيعوا فرص أن يكونوا بالمستقبل الشعب السوري بدون مستقبل بدون الناس اللي عم بشاركوا هلأ أكيد بشار جعفري أكيد بتشوفوا بمستقبل شوفوا مسؤول يعني في حالة ميت رشح الرئيس بشار الأسد بتشوف الرئيس بشار جعفري دا بآخر خطاباته ما بحسوا أنه شخص ممكن يكون معتدل أنه خرج يرجع على البلد بعد كل الحكي الاستفزازي اللي حكا صعب يعني رند أسيس بممكن تكون من الشخصيات اللي موجودة ما أنا مشكلة يعني مين الأخ؟ أكيد لا أكيد لا الفرق الوحيد هو أنه محمد علوش وقع على اتفاق وقف الأعمال العدائية وشارك بالهدنة اللي صارت فهذا ممكن معه معه بصير لمن بتصور أنا بصراحة حاليا بشوف الوحيد اللي ممكن أنه يخرج بسوريا من الحال اللي هي فيها هو رئيس بشار الأسد هو ممتع بشأنه ممتع حقا كان يرغي واحد ونقصد ممتعا لكن لا أعتقد أنه سيكون لتتفاهر في مكان أخرى أعتقد أنه ممتع لا أعرف أنه ممتعا ولكن أعتقد أنه ممتعا أقصد لتكلمات الأدور إليه أرد أن يتوقف لها لأنها ممتعا حقا لا أشعر رائعه يمكنني أن يكون في الطريقة تعتقد حيستمر؟ طبعاً لا محتمل لما كان في مستقبل سوريا؟ آه بطريقته هو يخربوا ويقلبوا رجل عسكري الرئيس المنتخب حالياً من الشعب السوري الرجل دبلوماسي ما بتوقع هذا ما بعرفه ما كتير بعرفه يعني بس ما بتوقع خارج رندا؟ رندا يمكن واللي قبله والهدول الشخصيات هدول ما بعرف ليش بتذكر بلحظة انه شخصيات للحرق هذا يعني هذا ما له علاقة بشي هذا الجولاني ما يك هذا شايفه قبل هلا أنا كنت اشتري من عنده منه خضرة بدومة إذا اليوم أنا قدامي انتخاب طبعاً حالياً صوت للرئيس بشار الأسد بمستقبل قريب قده فرصة بأن يشتغل بمنصبه ويمكن بمستقبل بعيد بيخرج من المعادلة السياسية إذا خرج الرئيس أسد هو أن يخرج صعب يمكن ما عنده أي شانس أده شانس كبير إشارة إلى أننا حولنا سؤال غالبية السحفيين المعتمدين في هذه المفاوضات إلى أن بعضهم لم يتحدث لأنه بحاجة إلى أذن المسبق من مؤسسته العالمية فيما فضل البعض الآخر عدم التحدث لأسبابه الشخصية أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا عين بمقتضاه السيد أسعد بن طارق بن تيمور السعيد نائبا لرئيس الوزراء المنصب الذي يشاره السلطان شخصيا لشؤون العلاقات والتعاون الدولي إضافة إلى كونه ممثلا شخصيا له في الخارج وأسعد بن طارق البالغ 63 عاما هو ابن عم السلطان قابوس ويعد أحد أبرز المقربين إليه والمرشحين لخلافته لكونه من أبناء تركي بن سعيد الذين يحق لهم تولي الحكم في السلطنة وبتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء أي نائبا لرئيس المجلس السلطان قابوس نفسه يعد بمثابة إشارة إلى قبول السلطان به خليفة له في الدولة التي يحضر فيها على السلطان تعيين وليا للعهد ويخضع تدور الحكم في البلاد لتقاليد أسرية قديمة وبحسب الدستور العماني فأن مجلس العائلة هو المكلف اختيار خليفة للسلطان ليكون أحد سلالة تركي بن سعيد ومن أبوين عمانيين أكدت الأرقام الواردة من وزارة الإحصاء والتخطيط التنموي القطرية أن إجمالي عدد السكان في قطر بلغ مليونين وستمائة وسبعين ألف نسمة حتى نهاية شباط الفائت أي ازداد بمعدل مليون نسمة منذ سبع سنوات وتحديدا منذ كانون الأول عام 2010 الشهر الذي جرى فيه اختيار قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ويؤكد خبراء الأحصاء في قطر أن عدد العمال الأجانب المقيمين في البلاد حاليا يبلغ مليونين ومائة ألف عامل غالبيتهم من الدول الأسيوية كنبال وبنجلاداش والهند كان في النشرة الموازنة في خواتيمها والحرير يولم بالدليفري التعيينات الأمنية والقضائية تسبق الانتخابات بريفي يخوض الانتخابات بالعيش المشترك اليوم أنا في الحياة السياسية سائر على كل المفاسد في الحياة ديم السورة يتجه إلى تثبيت أربع سلات تفاوت بهذا نأتي إلى ختام النشرة شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة